الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر في إيلات ليلة الأحد الماضي دون وقوع إصابات وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الهدف كان تحت مراقبة سلاح الجو وفتح تحقيقا في الحادث ويعتبر هذا أول صاروخ يطلق من اليمن وينجح في تجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر